تيان القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية حول الحراك الشعبي المطالب بالتغيير تتابع القيادة العامة الحراك الشعبي الذي يعبر عن مطالب مشروعة في ظل تفاقم الأزمة الليبية وانغلاق الأفق وتدني المستوى الخدمي والمعيشي للمواطن ويتعن القيادة العامة وقوفها التامة على الإرادة الشعبية وتأييدها لمطالب المواطنين وانطلاقا من دورها في حماية الأمن القومي للبلاد وحرصا منها على رعاية الشعب وحماية استقراره الذي انتزعه بعد معرقة طويلة مع الإرهاب ترى أنه من واجبها الوطني أن تخاطب الشعب مباشرة صاحب السيادة بالتالي أولا عدم المساس بالمرافق العامة والخاصة ثانيا التأكيد على أن القوات المسلحة لن تخذل الشعب ولن تتركه عرضة للابتزاز والعبث وأنها عند وعدها له بحمايته متى اختار خارطته بالخلاص والعبور نحو مستقبل يسوده الاستقرار والسلام والرخاء ثالثا تدعو القيادة العامة الشعب الليبي إلى تنظيم تظاهره المشروع إلى حراك مدني سلمي المنظم لوضع خارطة الطريق الخلاص من الواقع المريض والعبث القائم والتوجه نحو بناء الدولة المدنية بإرادته الحرة دون نيابة أو وصاية من أحد رابعا ستتخذ القيادة العامة لإجراءات الواجبة لسيانة استقلال القرار الليبي إذا ما حاول أي طرف الانفراد به تماشيا مع أي رادة خارجية تسعى لفرض مشاريعها وقرارها على الليبيين حفظ الله ليبيا صدر في بنغازي بتاريخ 27-2022 اشتركوا في القناة